أريد أن نشارك معكم هذا المؤشر لنشراته قناة الحرة الأمريكية حول مدركات الفساد في الدول العربية كما ستلاحظون يعني هذا المؤشر لصدر عن مندمة ترانسبرانسي ينصنف الدول حسب مستوياتها المتصورة تقول قناة الحرة من الفساد في القطاع العام وتحددها تقييمات خبراء واستطاعات الرأي وتعرف الفساد هذه المنظمة بأنه إساءة استغلال السلطة المؤتمنة لخدمة المصالح الشخصية وهنا يعني المؤشر باللون الأحمر والدول الأكثر فسادا تنقيط إلى الأكثر نزاهة وهذه الدول ترتيب الدول العربية تجي في المرتبة الأولى الصومال وهي أكثر فسادا ثم السوريا اليمن ليبيا السودان جزر القمر العراق لبنان موريتانيا جيبوتي مصر الجزائر المغرب تونس البحرين عمان ثم كما ركما تشوفوا دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الأردن هي الدول التي يعني تتبوى المراتب الأولى ضمن الدول العربية التي فيها أقل يعني أول أكثر نزاهة وليجي على رأسهم دولة الإمارات كما تلاحظون 68 نقطة أخر نقطة في هذا البت المباشر ولا يعني ما قبل رحض النقطات المتعلقة بالرياضة لكن هنا قد نرجع إلى إعلام العسكر وإعلام العسكر لم يعجبوش مقال نشره المؤرخ الفرنسي بيرنار لغان بيرنار لغان اللي هو دارس وعارف بتاريخ شمال إفريقيا انشر مقال يتكلم على الحقائق أنت يعني تواجد الفرنسي في مجدقة شمال إفريقيا وكيفاش تكون في الجزائر ما عجبهمش ردوا عليه ردوا عليه ووصفوا كلامه ب ردوا عليه هنا مثل منتع الشروق وينشر مقاله وقال استفزاز جديد للجزائر القصر العلوي في واصف اللعب بالنار ما العناوين كديرا العناوين يعني ما تجيش العواطف وهذا هو أصل المشكلة وهذا المشكلة والتاريخ التاريخ اللي يخاف منها يتخاف منها عصابة العسكر إذن كان المؤرخ الفرنسي يتكلم على يعني درق هنا محمد مسلم راق خاير ولكن ما أعطاش إجاوب يعني ما أجبهش الكلام اللي قاله برنار لغان اللي قال إنه الجزائر فرنساية اللي أنشأتها من خلال ضم جهاتها وتجبيع سكانها وسطرة حدودها هذا يا محمد مسلم هذه حقيقة شكولي يرسم الحدود متاع الجزائر على شكلتها الحالية انتا تكون يك فرنسا وشكولي يوحد الأقالين في 1839 ماشين جينيرال شنايدر في 14 أكتوبر الأقالين متاع الجزائر الشمالية هذه حقيقة اللي ما أعجبش الكاتب هنا أو الصحفي الجزائري هو أن المؤرخ الفرنسي قال بأنه فرنسا قطعت الأراضي المغرب اللي هي تيديكالت وورورا وتيندوف وبشار وضمتها إلى الجزائر هذه حقيقة يا سيمسلم هذه حقيقة وشا عندك الرواية انتا وكيفش هذه المناطق لما كانوا تبعين لما كانوا تبعين قبل مجيء فرنسا هذه المناطق كانوا تبعين لدي حسين للترك جيب الدليل يعني انتا تنتقد هنا الكلام انتا بيرلال لغان أنتا تنتقد في الكلام أنتا بيرلال لغان وليس لعضي أنتا ماركش إستوريا بيانسور قم شوية بشتهاد وللانا نقول لك لإنتراه ديروا معها وردوا عليه وليجيبو ديز إستوريا ألجريا ما تجيب لي سنا طبيب الحمير البغال أكرمكم الله يجب لي مؤرخين يجب المؤرخين على الجزائر ردوا عليه لما كانت تابعة تي دي كلت وقوري راو وساو راو وتي دوف لما كانت تابعة قبل ما تجي لفرنسا هذه حقيقة لا تقدرش تتغيرها يا مسلم بالكذب المتاعكم لا تقدرش تغيروها وسبقوا أنني تكلمت في هذا الموضوع وهذه حقيقة هذه حقيقة هذه الحقيقة التي تزعج نظامك يا مسلم هذه الحقيقة التي يعني ما تقدرش توجه بها الشاب وهذا هو أصل الصراع هذا هو أصل الصراع لأنكم خليتوا المشكلة المفتوح هذا النظام وكان عنده نية صادقة وكما را نحن اليوم نعيشوا هذه المشاكل هذه وما را نحن نتكلموا في هذه المواضيع لكن هذا النظام زور التاريخ وظن بأنه بتزوير التاريخ نتاعه بتاع الجزائر هذه الحقيقة تتغطى مستحيل وهو لا مشيح برنار لغون مؤرخين يعني الحقيقة موجودة ونسبقت أنني تكلمت خصوصا لما وصلت القوات الفرنسية إلى تيدكلت وجدوا إدارة مأخزانية وجدوا باشا وقوات مغاربة وقضاء مغاربة والسكان مغاربة كانوا تمان هذه الحقيقة هذا هو المشكلة أنت على عداء أنت على نظامك يا محمد المسلم مع المغرب لأن بالجزائر هي التاريخية أن كانت أرادتها بهالبر هي الحقيقة هذه الحقيقة وهذه اللي ما تقدرش تقولها للشعب وما تسارحوش بها الشعب وتحاوسوا دايما على عداء المغرب كي هادك لي سارق حاجة وما يعترش بأنه سارقها هي الحقيقة تظلوا أنكم تحافظوا الجزائر بهذا الأسلوب مستحيل مستحيل أنا قلت لك أنا نهالي درت وار مع ماروك يبدو وخرجوا قلت لك من نبا يقسم الجزائر ما كاش واحد حريس على أمن واستخرار الجزائر كدي بالنظر إليكم احترام الحرار الجزائري طبعا لي حملوا الفكر لأن أنا حاب أنني نتصالح مع الجزائر تتصالح مع المغرب ونقوح لكل مشاكل نطوروا نفاهيم ولكن تتعاملوا كالسرقين سيبورسا هذه المشكل عمره ما يتحل ومن حق المغرب يتكلموا على حقوق من حق لأنكم كانت فيكم النية الصافية والصادقة باش تكونوا باش تعيش الجزائر في استقرار وسلام مع المغرب ما كناش نعيش هذه المشاكل في 2014 ما كناش نعيش هذه المشاكل ولكن حل المشاكل ولا الدفاع عن الوئدة منتاع الجزائر وعن الأمن منتاع الجزائر بيكونش بالكذب وتزوير التاريخ بالأكاذيم وتغلطوا وتجيبوا تاريخ خر قاعوا واحد آخر ويتصرعوا تاريخ واحد آخر ندومك تكونوا يصدقهم كل محاولاتكم فاشلة كل محاولاتكم فاشلة ونعرفكم الرجال هذا هستوريان فرنسي عطوله عرضوه وديرو فيه وجيبوه قال نديرو بعك مولادرة جيبوه 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 المؤرقين تاعد الجزائر يتكلموا على منف الجنوب الغربي تاعد الجزائر الجنوب تاعد الجزائر جيبوه زيستوريان جيبوه الأدلة المغاربة كيادرون معي يجيبوه كما قال سعد جبار لفوكا الجريا في بريطانيا يجيبوه الشحينات يجيبوه لك تاعدال الجزائر اللي راه على شكلتها الحالية الشي فرنسا وشكون هاد غلطوا في الناس وما زال الكذب منتعكم الكذب منتعكم وقال لك الكذب حبل قصير الكذب حبل قصير الأيوم تكذبو جيبين لي واحد في تيرينا قاعد يخرط ويكذب على الناس وينشرف المغالطات قال لك مانا كان تابعا لا لإيالة الجزائر داي حسين هل يوقع معاهدات الاستسلام خمسة يونيو 1830 قال لهم الأراضي تويت وتدكلت والساور هذا غير مدينة الجزائر ما درست تعالى وعران ولا أقسنطين استسلم غير مدينة الجزائر هذه هي الحقيقة هذه هي الحقيقة لكنها ضحكني واحد جابو جابو في واحد القناة واحد ماروكان مغربي ضد شعبه ضد بلاده يقول لهم لا الصحراء ليست مغربية وبشار وتين دوف لا ما كانت مغربية مسكين مسكين ما عارف التاريخ ما عارف ما عارف التاريخ مش عند العصابة اللي ما تقدرش الرجال طيحوا بيه طيحوا بقدرك ما ينفعوك ولو انك خديت مساريفة في هذه الزيارة ما ينفعوك يحتقروك يديني في بالك بلي يحتقروك لأنه هما هما يحتقروا رجال أمفن أنا رأي احتربك يعني حطيتك في مقام في مصاف الرجال لعل وعسى ربي يهديك ربي يهديك لأنك تأعرض أو تنتقد نظام الحكم وسياسة أوكي ما عليش لكن توقف ضد شعبك ما جايش ما جايش وتقول باللي تعرف التاريخ ما تعرفش التاريخ أنت ما تعرفش التاريخ أوفن ترك ديرها ديرها بيزنس سنورمال لأنك ركرا حسب ركرا غادي غادي شغل غادي يحتموا بيك وغادي إصابة العسكر ركرا فيها بزف إصابة العسكر دي جمي ستقوش الكلام بتاعك أنت هما عارفين هما عارفين وما غادي وطفوك ما دي كالرشارج كي تكمل صلاحية التاحة ترميحة أنت البقاء اللي من يجمع ولا يفرق إحنا لما نتكلم على المسألة المتعلقة بالتاريخ ولما نتكلم على حنان باش ندفعوا نتضغطوا على هذه العصابة باش يتحل المشكل مع المغرب باش نعيش في سلام في استقرار والعلاقة توني طيبة والحدود بعد يعني كم يقولوا تستوفى الشروط كل شيء مفتوح عادي بعيش بطرخاء من تهم والكثير من الأمثالك والأبواق المأجورة لعصابة الأسكر سعوا للتفريق ونصرف الفتنة بين الشعبين هذا هو الفرق هذا هو الفرق بيني وبينك وبيني وبين هذا الأبواق الذين يتكلمون بلساني عالي عصابة الأسكر العميلة للإستقرار لما نتكلموا للتاريخ قالوا هالتاريخ شي يقول لنسجدوا علاقتنا مع جرانا هذه الحقيقة وهذا وهذا الذي يخدم الشعبين وهذا هي الحقيقة تهمت ما أجبتك ما عندي ما عندي لك إذن اعتتم الكلام هذا نتاعي ما عندي نطول باب على هذا الموضوع أنت برنار لغون هو مؤرخ فرنسي عارف الأمور عارف التاريخ والصحة في إجابته فضفاضة و كلام بروباغندي لا أكثر ولا أعقل كانش رد صحيح ما كانش رد صحيح وقال هبو مدين الراحل كان دائما يخاف من التاريخ يعني التاريخ صعيب وأنتم ما رحتوش بتو ودرك التاريخ يعني وضمنوا أن التاريخ اللي موجود في التيك توك هو اللي غادي هذا هو التاريخ صحيح لا أبدا أبدا والتاريخ لكم ما تكونش نازيه وما تكونش تخاف الله أراك أراك منين تتكلم عليه وتتكلم أخطاع أراك تشتش تتزور وتتحاسب عليها عن سيد ربي تاريخ صعيب أنا واحد في البدية خوفا من ربي سبحانه وتعال ترغي ندير برنامج تاريخ وبنقول بعد لا شوية وعندي كثير من المساطر لكن نعطي الأمور اللي متأكد منها لكن أنا ندير حرفة باش كل يوم ندير دي فيديو ونقول هالشكين هالش صر صعب جدا هناك أهل اختصاص هناك من عندهم الوقت متفرغين الكثير ولي نحييهم ولي نقلوا الأمور بشكل سليم ومضبوط لهذا تراجعت قلت له راحة نخاف نخاف من الحاجة وغضوط تكتب في صفحة سيئات لكن اللي واضح واضح اللي واضح واضح ويقدر يغير لا مسلم ولا دومير ولا أي وحدة آخر هذه هي الحقيقة هذه هي الحقيقة ومرة الأخرى كونوا شجعان كونوا شجعان وواجهوا برنار لغان بالوثيقة ويجبوا لزيستوريا يتكلموا في هذا الميل أنا عارف بأن المؤرخين يزهع في الجزائر يخافوا 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 ما يقولوش هذا عارفين الحقيقة عارفين الحقيقة وقالها شيخ المؤرخين الجزائرين أبو قسم صلى الله قالها قال الجزائرين يبغوا التاريخ اللي يوالمهم هذه الحقيقة التي عصابة العسكر ما عرفتش كيفش تتخلص من هذه العقدة ما عرفتش كيفش تدفع نحو المصالحة مع المغرب عبر إعادة النظر في قراءة التاريخ واحترام المغاربة واحترام عراقة الدولة المغربية هكتفي بهذا الكلام ونمشي إلى موضوع آخير في هذا هذا البث المباشر والنها هنا كنت انشرت اليوم كنت انشرت اليوم يعني تم عزف النشيد الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة كما راكم تشوفو هنا انا مغادش نبت الفيديو لكن هاد بطولة راكم تشوفو هاد الصورة بطولة المبارزة بالسيوف ده الجائزة الكبرى الرجال ده ها واحد مؤسارة او مبارز إسرائيلي وعصف النشيد الإسرائيلي في الدوحة كما تلاحظون راكم تشوفوها اليسار هذا هو المبارز الإسرائيلي وعصف النشيد عصف النشيد انتاحهم في الدوحة هاد البطولة التي شاركت فيها خمسمائة لاعب ولاعبة بمثل 60 دولة شاركت فيها الجزائر وقطر وبحرين وبصر والأردن والسعودية والمغرب الإمارات والعراق والكويت واللبنان ودولة إسرائيل البوقت عبين سبور ما يتكلمش ودوك جماعة اللي يضلوا على خطر كما هاد البطولة وكان تم تنظيمها في المغرب ولا في مصر ولا في الإمارات مثلا لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها بصرح من الارت في قطر كل شي ساكت كل شي ساكت وهذا تطبيع ولا مشي تطبيع بالله يا عليكم باش ما يغلطوكمش باش نتكلم بزيف بهذا الأمر الرسالة واضحة الرسالة واضحة إلا المتاجرين بهذا الملف مشي من أجل نصرة القادير الفلسطينيين أبدا من أجل التطعني في إخوانهم وأشقائهم من أجل التطعني في إخوانهم وأشقائهم هيكون عندكم الشجعة ونشروا هذا الخبر في الحسابات متاعكم أكتفي بهذا القدر من الكلام نشكركم على متابعتكم وعلى وفائكم وعلى دعمكم ألتقي بكم إن شاء الله في بات مباشر آخر ليلتكم سعيدة تصبحون على خير تصبحون على خير تصبحون على خير